اشتركوا في القناة بالنسبة للطيور سوف أقول لكم ما هي الأملاح المعدنية و ما هي الأعراض التي تحدث في الطيور ناقص لدينا الأملاح المعدنية وأكيد سوف نتحدث عن ال��� indicated الملكم التي نتقوم فيها الأملاح المعدنية سوف نتحدث لكم بعض الأملاح المعدنية التي يدلتون الكثير للطيور سوف نتحدث Selenium Kcalcium P Patium P again MgF والزينك والنحاس والحديد والصوديوم والكيبريت واليود والسيليكون سوف نذكر لكم اهم المشاكل التي تنتج عن نقص هذه الاملاح نبدأ لكم بالكسح بالنسبة للطيور الصغيرة يعني الفراخ اللي هنا راح يكون عندهم كسح اكيد نقص الكالسيوم والفوسفور كذلك اللحظة باللي كين ايناث تبيض النابيض القشرة تعود تكون ضعيفة بزاف وهشة واللي هنا ثاني اكيد راح يكون نقصهم الكالسيوم اللحظة ثاني بعض الطيور الريش انتحهم يكون ضعيف يكون غير منظم وغير مرتب يعني اللي هنا نعرفه باللي نقص الحديد وكين ثاني طيور نلقوهم باللي يحبوا ينتفوا الريش للطيور اللي قاعدين معهم سواء كانوا صغار انتحهم يعني فراخهم والله اي طيور يكون معاه ينتفلوا الريش انتعوا واللي هنا يحب يستخلص منه الحديد اللي كاين فيها ذاك الريش والاملاح المعدنية اللي نقصها في الجسم انتحهم كين ثاني مشكل واحد اخر يصرنا انو الانثة تبيض نورمال البيض انتح هيكون عادي القشرة انتعوا صلبة بالصح من غدوان يلقوا هذه الانثة يعني ما قدرش خاص نوض من العش تلقاها ضعيفة بزاف اللي هنا ثاني راح تكون ناقصها الكالسيوم وناقصها السوديوم كين ثاني بالنسبة للفراخ الصغيرة تلقاها ناقصها بزاف في الحجم ما تحب يشتكبان اللي هنا اكيد راح يناقصها الاملاح المعدنية وكين الناس بزاف يقولوا لك باللي الفراخة يعني الطيور كيتعد تكل اكرامكم الله من البوراز انتحاء راح يتحوص على الاملاح المعدنية فيه هذو هما يعني بعض من المشاكل اللي يقدروا يندجوا على نقص الاملاح المعدنية ذكر روح نشوفوا بعض الاغذياء كل غيذاء نعطيكم يعني وش يعوض من املاح المعدنية راح نبدالكم بالحديد نلقوه في السبانخ والزبيب والبنجر اللي هو البيتراف بالنسبة لنا والتين والكالسيوم نلقوه فيه قشر البيض وعظام الحبار بالطبع اليود نلقوه في ملح الطعام والجرجير والبصل والفوسفور نلقوه في البيض والمكسرات والحبوب والبقوليات المغنيزيوم نلقوه في البقول والحبوب والمكسرات والخضروات الخضراء الزنك نلقوه في سفار البيض والحبوب وخميرة البيرا السيليكون نلقوه في البنجر اللي هو البيتراف والفلفول الأخضر والخضروات الخضراء السيلينيوم نلقوه في الخضروات والثوم البوتاسيوم نلقوه في السبانخ والبقوليات والمكسرات الكبريت نلقوها في المكسرات وبذور السنسين بذور عشاق الشمس الفوسفور نلقوه في البيض وبذور اليقطين والنحاس نلقوه في الخضروات الخضراء الدكنة وعشاق الشمس أما بالنسبة للستوديوم نلقوه في الموز والتفاح والبطيخ هذا فيما يخص الأكل الغني بالأملاح المعدنية ثاني ناس يحطوا تربة الحمراء الزراعية أو الرمل البحري أكيد الرمل رح يديو كمية مليحة من الرمل من البحر ويزيدو ينشفوها مليح ويصيروها مليح نحولها يعني الشوائف هذه ويمدوها للطيورة نتعنا سواء في أرضية القفص ولا يخلطوها معا شوية تربة زراعية وحطوها لهم في قودي صغير مليحة لهم بزاف رمي يعني يديو منها بزاف من أملاح المعدنية فيها البوتاسيوم فيها المغنيزيوم غنية ثانية بالكالسيوم وكذلك بالبروتين السلام عليكم وهذه بنتيزين برايشة تطيما خلتنيش نكمل الفيديو مصبح وانا نقطع فيه لازم حتى تقول السلام عليكم باتروح كون دريت منهر لولاني خليتها قيلت سينيف منها المهم كان هذا هو الفيديو تعنات عنهر اليوم وصلت للنهاية تعو أكيد لهنا وصلت للحكمة اليوم اللي تقول لا تعبدوا الله ليعطي بل أعبدوه ليرضى فإذا رضى أدهشكم بعطائه إن شاء الله تكون فتكم ولو بل قليل ما بقى لغير نكلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا